كابتن محمد محمد صبري مؤكد ربما هناك نقاط تتفق ربما هناك نقاط تختلف ربما هناك نقاط جديدة طبعا كابتن بص يعني هي اي اخفاق في الدنيا بيحصل في المنتخب او منتخب مصر بالزيت او منتخب احنا يعني منتخبنا بيبقى لا يمكن يجي من فرض واحد يعني لا هو كابتن حسان بدري بس ولا اللعيبة بس ولا الاتحاد الكورة بس ولا اللاجنة الوانبياء بس هو اكيد الاخفاق جماعي للمنتخب كله بكل جوانبه سواء كانت كابتن حسان او الاتحاد الكورة او اللعيبة كلهم مقصرين واضح جدا النتائج اللي حصلت في التصفيات بتاعت افريقيا وتصفيات المواهلة للأولمبياد ان هي ان في مشكلة حصلت في الفريق او في مشاكل موجودة اللي انا شايفه ان بداية من اتحاد الكورة في مشكلة في النظام بتاع المطشاط اللي توفرت للجهاز الفني او للعيبة او التوقيتات اللي هي توفر ليهم المطشاط فيها سواء كان وقت معين انت بيجي في وقت من الوقت اكيد كابتن حسان كان عايز يعمل مطشاط او كان عايز يطلب مطشاط كان بيتقال ان الدوري يازم يبقى شغال وممكن يقولك ان الاحتكاك في الدوري ان اللعيبة دي دلوقتي موجودة في الدوري بتلعب فده احتكاك ليهم انا شايف لا ان الوضع مختلف جدا في المنتخبات لازم يبقى فيه اللعيبة لتلعب مع بعض لازم تاخد وقت عشان خطر تنسجن مع بعض ما عليش انت عندنا كهرباء لعيب كويس ندفت لعيب كويس رمضان صبح لعيب كويس كل واحد فيهم لعيب كويس بيلعب في ريته اللي عنده امكانياته اللي بيلعب فيها بيلعب بطريقة لعبة معينة لكن لما في المنتخب لما يكون لازم يوريهم تجمعات كتير لازم يعملوا مطشاط كتير مع بعض عشان خطر في الاخر هم يجي نقولي المنتخب ده هو اللي هي لعب مع بعض هو اللي في الاخر اللعيب لما يجي لعب في الملعب هيبص اللعيب تاني في الملعب يتحركوا مع بعض ازاي هيبقى فيه ربط ازاي بينهم وبين بعض في الملعب انا بتكلم عن نواح الهجومية بس لو اتكلمنا كمان على المواقف الدفاعية على اي حاجة تاني فده بالنسبة للجانب اللي هو توفير المطشاط للمنتخب الالوني تاني حاجة بالنسبة لكابتن حسام البدري ممكن ان اتكلم صبري زي ما قال اكيد الاختيارات احنا اتكلمنا قبل كده كان فيه لعبة كانت مفروض تبقى موجودة في المنتخب اه احنا واعمل منتخب احمد حسن كوكا كان فرود مهم جدا توجده يبقى وليه فريق جدا من منتخب مصر في الحالة الهجومية لكن برضو كان لازم يبقى فيه كان موجود فرود كل المنتخبات كده على فكرة لان دي مش في لجندا الدولي البزبط كده بالزبط كده لكن انا بتكلم ان قوي عمل عندنا واحد كان لازم عليه يبقى فيه فرود تاني وعمر وارده مثلا يعني فيك اه انا بتكلم على الفئة على الحتة اللي قصرت يعني انا انا واضح جدا في المنتخب ان كان واضح جدا حدو Hipe فرود التصريحي دي مقصره شوي اه اختيارة برضو كان ممكن يبقى فيه شكر نجيب كان ممكن weer هناك كلمنا ممكن عن شكر نجيب قبل كذا انه كان لازم يبقى موجود الفطر اللي فات Bro فيه احمد رفعت كان فيه لعيبة ممكن يعني بس دي طبعا بنقول في الاخر ان هي كانت وجد نظر مدير فني في وقت موقع انه يختار حسب اللعيبة اللي هو شايفة. اه. وده دورنا بقى احنا بنشوف مدى دقة هذا الاختيار ونجاحه من عدم مملوكة نظركه. بالزبط كده. الاعدات في المتشاط الودية انا شفت المتشاط الودية اللعيبة منتخب مصر كلها. اه. الاغلبية العزمة مبارات اه مع فيها درجة تانية. اه. معلش احنا كنا منتخب قبل كده منتخب اولمبي. لما كنا منتخب اولمبي على كابتشوه غريب ممكن احنا اخفقنا في ان احنا نص عطبضة اولمبيات. بس احنا كان ايامنا كانت معلش يا كابتن كانت البطولة صعبة. كنا بنلعب تصفيات مجموعة غير بطولة افريقيا خالص. يعني لعيبنا بطولة افريقيا لكن دي بطولة تانية خالص. الاستري فيها ممكن سهل شوية. انك بتلعب بطولة افريقيا مع اندية بياخد منك اول الاتنين بيطلعوا الدرجة دي. بعد كي بياخد منهم اول تلاتة. فدي اسهل بكتير من قبل كده. بلي كتاك بتلعب بطولة افريقيا حاجة. وبطولة تآهل الولمبيات حاجة تانية خالص. فالمسم اللي فات. والمسم اللي فات كمان كان اسهل. كان اخر اربعة بيلعبوا بطل اخي الرابع من افريقيا والرابع من اسيا. وبيصعد منهم واحد كمان الولمبيات. فالبطولة دي كانت سهل ان المنتخب مصر ليصعد فيها. اه بالنسبة لامكانيات اللعيبة احنا عندنا منتخب كويس. في امكانيات لعيبة كويسة. اه كابتل خسام بن بدري مفروض ان هو اسم كبير. منتخب مصر جايبه. اه مدرب عنده امكانيات. عنده خبرات دولية. عنده خبرات مع النادي الاهلي. مسك اه فترة طويلة. اه احتك كتير. اه لكن المطشاط اللي اتعاملت لمنتخب مصر. سوابة لعب الصين. سوابة لعب عمان. سوابة ان الجو هناك اه ناس اللعيبة بتنهج شوية. 32 درجة. بالزبط كده يعني فيه ممكن رطوبة فيها حر شوية فيها. وجزائر ما بتنهجش. لا لا يعني انا بتكلم ان اللعيبة واضح ان هي فيه يعني حالة من اه ممكن. يعني ممكن بالزبط كده. لكن احنا منتخب مصر عمتا كان اداء في البطولة اداء اهد فرق يعني منتخبات لما جاءت فرجنا عليهم في المباراة كان اداء مش كويس. اه بدايات. اه بدايات. اه بداياتهم مش اه بدايات. انا فيها انا بلعب جو معايا زي زي جري. بالزبط بالزبط. لكن هي برضو بتأثر في ايه ان ممكن احنا اه عندنا موضوع الحر ده بيأثر شوية. انا شايف ان احنا حتى نحنا بنجي نلعب الساعة 2 ونص او الساعة 3. ممكن تأثر عليك شوية. ماشي اللعيبة التانية بتلعب برضو بتبقى عندها نفس الاجواء. لكنها بنتكلم يعني اه عمتا. انا حسيت ان اللعيبة انا حسيت في الملعب ان اللعيبة كابتن حتى ممكن تبقى انا يعني اه بدنيا مش جاهزين شوية او مش مش وصل لهم الحتة اللي هم ان هو يبقى مع الضغطة والكلام ده كله. في التلات مباطن المنتخب مصر لعبهم. البداية ماتش الجزائر. انا شايف ان بداية ماتش الجزائر هي سبب اللي حصل في المنتخب. البداية مش كويسة. لعبة منتخب اه اداءها في الاداء في اللعيبة. اه ما كانش كويس. اه اللعيبة فردي جدا في الحل الهجومية. سواء كان كابتن حسين بدري بدأ بمصافة فتحية. وكهربة. ورمضان صبحي وكريم ندفن. الاربعة اللي قدام طريقة لعبهم كلهم. انا شاف ان هما طريقة لعبهم كلهم واحدة. اللي كل واحد فيهم فردي في شغل فردي. كلها عنده المهارات ان هو يشتغل بيها. على الرغم ان هما كلهم مهاراتهم عالية. لكن مع الملعب ومع في الملعب لما جدنا شافناهم كل واحد بياخدوا الكورة معندوش دريبل عالي على الكورة بسبب النجيلة وبسبب الملعب الصناعي زي ما قال الكابتن ان هو في مشكلة ان هما كمان ما اشتغلوش على ملعب الصناعي ودي مشكلة كبيرة كان لازم الكابتن حسام البادري يعرف ان هو يقابل الفرقة كلها والبطولة كلها على ملعب الصناعي. فكان لازم يشتغل على التمرين. يعني كان انا اللي عرفوا ان هما اتمرنوش كمان على ملعب صناعي. ما اتمرن حتى على ملعب صناعي. يعني امباراته الدي على ملعب صناعي. حتى التشكيل اللي هو بيلعب بيه كابتن الكابتن حسام الأربعة الهجوم في الأول من غير فرود خلص من غير فرود صريح بيرقب أربعة الأربعة طريق لعبهم واحدة الأربعة كل واحد فيهم كانت تحس في الملعب أنه هو عايز الكرة يعدي بيها شغل فردي فالأسف وكمان دي شغلة مدير فني مدير فني لازم يتكلم في الحاجات دي كلها منفع الشغل فردي هو اللي شغال المجارات التانية سواء كانت قدامني يا جيريا الشوت الأولاني ماشي احنا ممكن نتظلمنا في أول ضرب الجزاء اللعيبة ماشي قدرت تتملك نفسها وكان فيه روح في الشوت لكن كان فيه روح قامة وجودة لغاية لما جبنا الجون التاني بعد كده حسيت أن احنا رجعنا تاني لماتش الجزائر نفس الأسلوب ونفس الطريق اللي بنلعب بيها طريقة عشوائية مفيش ساب مفيش شكل بنلعب بيه مفيش طريقة لعب معينة بنلعب بيها كل اللعيب في الملعب يعني مفيش أطراف شغالة وجود برضو يعني رامي ربيعة في نصف الملعب رامي ربيعة كنت كلمتنا مع كابتن خالد ممكن قابل لستوديو إن رامي ربيعة من اللعيبة المكتهدة جدا في نصف كمساك لعيب مكتهد جدا عنده قوة سرعة بيحاول مساك كويس لكن هو في نصف الملعب على طول رامي تلاقيه في الملعب وإحنا بمتفرج عن مباراة تلاقيه بيستلم بيظهروا للملعب عشان هو مسجرية هو مش عارف الموقف هنا إيه فبيستلم بيظهروا للملعب وش المدافعين بيطوب لما بيجي أي حد مش معندوش رؤية للملعب من وراها طبعا عمنا إزاي دي أثار كتير على لعب منتخب مصر على الطريق اللي بنلعب بيها اتجاهنا نحن نلعب طويل فيه مطشط كيرا كنت نلعب فيها طويلة حيسين الراجب أداه في المباراتين مش عامل عمق مفروض أنت فرود موجود بتلعب مع منتخب مصر مفروض أنت تعمل عمق هجومي للفريق عمق هجومي للفريق يعني تعمل تشتغل كمحطة ما اشتغلش الكلام بكله يعني ففيه كان واضح جدا في المبارات كلها أن منتخب مصر بيلعب كل العيب بيعمل في دماغه ما فيه سيطرة على اللعيبة كل العيب بيشتغل شغل فردي ما شفناش شغل جماعي ما شفناش حتى في المبارات مالي الأخرانية اللي إحنا كنا المفروض أن إحنا يعني الطبيعي أن أنت داخل هتدوس في مالي من الأول عشان خاطر عندك دافع أن أنت لازم تكسب النهار ده عشان خاطر تشوف تستنى بقى الجزائر يعني كنت خايف مطش الجزائر ونيجيريا أن المطش يطلع تعقده يعني خايف أنهم يتعدلوا مع بعض يزبطوها وإحنا يعني المطش طلع تعقده مطش المالي إحنا كمان دخلنا في الاتمال المبارات من أول مبارات إحنا هادين ضيعنا في أول فرصة كهرباء بعد كده تحسي أنت في الاتمالي دخلت معاك المبارات ابتدت خلاص أدام دخلت معاك المبارات تركز ان هي تعمل نتيجة ايجابية طب انا مكسبش ليه حتى عدنا في المباراة يعني ما فيش حاجة لا اما اسوأ المباراة على المباراة اللي قدامنا دي ان الاعداد للنفسي القبل المباراة بالضبط حسام البدري ما عدهمش اعداد نفسي محترم للمباراة واهمية المباراة اللي احنا هنالعبها كل اللعيب انا حسيت ان هما نزدين خلاص مستنين التسعين ده تخلص عشان نفرح هنفرح ازاي وهنعمل ايه فالاعداد النفسي للمباراة مهم جدا وده مهمة المدير الفن الحقيقة